في بعض الأشخاص بيقولوا مثلا في فيينا هنا الإجراءات صعبة جدا ومدد الانتظار برضو صعبة قوي فبتجيله فكرة كده أنه هو عايش في فيينا بيشتغل في فيينا ويروح يعمل عنوان تاني مالوش علاقة بيسكنه هنا في فيينا وهو شغال في فيينا يعمل عشان يروح يقدم أوراقه بس مثلا في النيدرستريك أو أبرستريك أي مقاطعة تاني هل ده له تأثير أو ممكن يحصل بالنسبة له بعض المشكلات اللي ممكن تعيق إتمام الموضوع دي بقى مصيبة مصيبة فعلا وناس كتيرة جدا وقعت فيها هي فهلوة إيجابية هي فهلوة بس هي المشكلة أقول لك على إيه في حاجات كتيرة احتيال إيجابي بس هي الفكرة في إيه الفكرة أن النمسا فهمة كل الخطط اللي احنا بنعملها يعني قبل كده النمسا أحنا هم تعلموا وعرفوا على دماغنا قوي يعني هم خلاص حفظونا فبقوا يعملوا إيه ما بيصيبوش حاجة الأول كانت الناس بتعمل الموضوع ده كتير جدا وما حاجة بيتمسك عادي ما عنده عنوان وخلاص النمسا عارفت دلوقتي بموضوع إيه أنت قاعد في حتة وأسرتك قاعدة في حتة أنت عامل بس عنوان هنا ومساكن فيه فبقوا يعملوا كنترولات كنترول دلوقتي نيدا أستراخ عليها إقبال شديد جدا لأن هي الإجراءات فعلا في نيدا أستراخ سريعة جدا الجنسية أو لتقديم الإقامات وكده سريعة جدا في نيدا أستراخ فواحد زي ما حضرتك قلت ساكن في فينة وشغله في فينة وحياته في فينة وكل حاجة ويقوم عامل بقى إيه عنوان عنده واحد صاحبه أو يأجر حتى بيت أو أي حاجة يحط عنوان بس إيه اللي بيحصل بقى هنا بقوا ينزلوا كنترولات على البيوت بينزل كنترول يسأل الجران هل محمد دوت اللي عنده العنوان هنا تعرفوه ساكن هنا الجران تقوله مين محمد ده أنا ما عندناش حد هنا اسمه محمد طب لو حد فتح له الباب صاحبه ويقوله محمد ساكن عندك يقوله آه محمد ساكن عندك يقوله وريني يلبسه وريني حكته فهو بناء على التحريات اللي هو بيعملها بيكتشف ده ساكن ولا لأ المصيبة بقى في حد تاني مرة وقع في مشكلة تانية هو كان عامل عنوان في نيدة استراخ ومتطمن ومرايح باله أما الراجل اللي هو عامل عنده عنوان عمله أب ملدونج لغى العنوان من غير ما يقوله فالعنوان اتلغى فتعرف إن ده إيه اللي بيحصل بقى هنا لو الدولة اكتشف هو أصلا ده شيء غير قانوني إن انت المفروض اللي انت لما تعمل عنوان في مكان لازم تبقى ساكن فيه فالموضوع إن انت بقى عامل عنوان في حتة ومستاكن فيها لمجرد الاحتيال على هم بيسموه احتيال مش أنا اللي بقوله احتيال من عندي الدولة بتسميه احتيال لمجرد إن انت تحتال على البلد عشان تقدم إجراءات الجنسية سريعة ملف الجنسية بتاعك كله بتعمل عليه كده حتى لو رجعت تبقى قلت أنا هقدم في فيينا لانت بتعملك قضية بتبقى مشكلة بتاخد فيها اشترافة فبتأثر جدا فلازم الناس تكون حريصة جدا بعدم اللجوء لمثل هذا الاحتيال اللي جاء